السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتابعي قناة معلومات فيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه لسيدنا محمد اهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنرد عليكم اهم الفواض الصحية للحرمل فتابعوا معا هل سمعت بنبات الحرمل من قبل هل تعرف ما هي اضرار الحرمل وفوائده في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم اهم الفوائد الصحية للحرمل وايضا اضراره لكن قبل ان نعرض الفوائد عزيز المشاهد لا يعتد بهذه المعلومات مرجع طبي وفي حالة القلق منها يجب عليك استشارة الطبيب المختص وهذا لاستخدام اكثر امانا يعد نبات الحرمل غير امن بجرعات قليلة اذ ان تناول ثلاثة الى اربع غرامات منه عن طريق الفم له تأثير منشط اضافي للشعور بالهلوسة كما تسبب جرعات الاكبر اثار جانبية خطيرة واضرار على اجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز العصبي والكبد والكلة والقلب من اضرار الحرمل المتوقعة ما يأتي مضاعفات عند الحمل والرضاع تم استخدام نبات الحرمل في الشرق الاوسط والهند وشمال افريقيا لغيات اجهاض الحمل لذلك يعد من النباتات الخطيرة على النساء الحوامل بسبب دوره في تحفيز اجهاض الجنين كما انه غير امن للنساء المرضعات ثانيا مضاعفات على جهاز الدوران والقلب تسبب مركبات الهرمالين والهرمولين والهارمين المتواجدتين في الحرمل بطء ضربات القلب وامراض القلب المختلفة لذا ينصح المصابين بامراض القلب المختلفة في الابتعاد عن تناوله ثالثا انسداد في المعدة تؤثر بعض المواد الموجودة في الحرمل على المعدة بشكل سلبي وتسبب انسدادها رابعا تلف الكبد احد اضرار الحرمل حدوث تلف في الكبد عند بعض الاشخاص لذا يجب على مرضى الكبد تجنب هذا النبات خامسا الكرحة المعدية تسبب مادة الهرمين والهرمالين الموجودة في الحرمل مضاعفات ومشاكل في المعدة لذا ينبغي التحذير منه لمرضى الكرحة المعدية سادسا مضاعفات على الجهاز التنفسي ينصح مرضى الربو والانسداد الرئوي المزمن الابتعاد عن تناول الحرمل بسبب مضاعفاته السلبية عليهم سابعا مشكلات لمرضى الصرع ثامنا مضاعفات لمرضى المسالك البولية تؤثر المواد الموجودة في الحرمل على مرضى المسالك البولية وتحديدا المصابين بانسداد مجرى البول لو وصلت من هذا الفيديو اتمنى الله عز وجل أن تكون استفاد فضلنا ليسا مرن اشترك في القناة ودعمنا بالعيك ليسا لكل جديد مفيدين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة اشترك في القناة